كسة أخرى وهي كسة كهربا وأعرف أن انت عندك فيها برضو بعض المعلومات كهربا الكسة بتاعته وقف فين؟ إقافه، غرامته، حكايته مع الفيفا ومع ناجل زبالك وهيعمل إيه؟ النهاردة أو من ساعة كهربا انتهت المهلأ للرد المهلأ كان الاتحاد الدولي بعت له وقال له أنت ليه مدفعتش؟ لحد الوقت فرض كهربا بأسبابه النهاردة والمهلأ دي انتهت 19 يعني من حوالي ساعة ونص انتهت المهلأ اللي كانت محددة ليه المهلأ دي المفترض أن يكتب فيها ليه الأسباب اللي مناعته؟ هل هم يقتنعوا بالأسباب دي ولا لأ؟ ده سؤال في حالة أن هم اقتنعوا بالأسباب هيمدلوه لحد لحد نهاية فترة الانتقالات القادمة الحالية فترة اللي هي تبتلي بعد ما الدور يخلص يعني ولازم يدفع إجباري كده كده كهربا يدفع لازم يدفع إجباري في حالة لم يقتنعوا بالأسباب كهربا معا من هنا لحد 3.8 من هنا لحد 3.8 يعني كهربا لازم يكون جاهز نفسه لسناولهين قبل 3.8 لو طلع يوم 3 يتدفع يهتتوقف 6 شهور يبقى لازم يدفع يوم 3 ما دفعش أو ما قدمش ما يفيد أنه دفع أو سوى مع الزمالك بأي شكل لو هو الدفع في النهاية يعني كهربا هيتم إيقافه فترة جديدة لمدة 6 شهور لكن لو بتسألني الأقرب الأقرب مش المؤكد اللي لاحق في محكمة الأقرب أنه كهربا هيكمل دون إيقاف لحد نهاية فترة الانتقالات الصيفية وهيسدد خلال الفترة دي هيسدد بقى عن طريق أنه يقعد في الأهل أو لا دي قصة ثانية